لحساب الجولة الأولى لدور التمهدي لبطولتها العالم لكرة اليد سيدات الجاريات فعالياتها بإسبانيا والتي كان فيها لقاء القمة بين بطلي العالم سنة 2013 منتخب البرازيل أمام منتخب كرواتيا تمكنت سيدات البرازيل من تحقيق أول فوز لهن على حساب منتخب كرواتيا الذي كان خصما قويا أمام البرازيليات حيث شكلت كرواتيا حقبة متينة أمام رفقات باربرا أرينار اللواتي عرفنا كيف ينهينا اللقاء لصالحهن بنتيجة ثلاثين إصابة مقابل خمس وعشرين فيما كان الفارق والعارض في الأهداف المسجلة بين الخصمين علامة مسجلة في باقي المواجهات التي لعبت أمس لتصل إلى فارق ثلاث وعشرين إصابة في مباراة اليابان أمام البراجواي الذي تعرض لأثقل هزيمة في لقاءات التي لعبت من الجولة الأولى بواقع أربعين نقطة مقابل سبع عشرة نقطة ومن جهتهن ممثلات العربي في هذه الدورة سيدات تونس تلقينا هزيمة ثقيلة على يد أحد عمالقة الكرة الصغيرة منتخبية دانيمارك الذي أكرم منتخب تونس بأربعة وثلاثين هدفا مقابل ستة عشر ترجمة نانسي قنقر